السلام عليكم أصدقائي صلوا عن نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فاتجر المقطع باللاكات واشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلكم كل جديد رسميا للعراق يستضيف بطولة جديدة في ملعب المدينة الدولي وملعب أربيل بطولة غرواسة تحت 23 عام للمنتخبات الأولمبية في شهر حزيران المقبل كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي العراق وإن شاء الله نحصل على هذه البطولة حمل أشارة القيادة زيدان قبال يقود فريق مانشستر ريوناتد للفوز على بلاك بيرن بهدفين مقابل هدف بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه ضمن الدوري الإنجليزي تحت 21 عام طبعا هدف جميل خارج منطقة الجزاء أصبح مدرب مانشستر ريوناتد تين هاك تحت الأمر الواقع أما أن يسمح لزيدان قبال بالمشاركة اليوم أو يسمح له بالانتقال على سبيل الإعارة لنادي آخر خصوصا أن اليوم سيواجه نادي ريدنغ معلق قناة بينيسبورت يقول المدافع العراقي من الدخيل يلعب بكل ثقة وثبات وكأنه يلعب في الدور الإنجليزي منذ سنين احتفال نادي المرخية القطر بالمهاجم العراقي من يحسين الحاصل على بطولة كأس الخليج أحد دوخ يكرم لعب المنتخب الوطني مناف يونس بسلاح رشاش تثمين لدوره الحاسم بفوز العراق بكأس الخليج العربي يمعودين أنتوا فاهمين الموضوع غلط اللاعب الرياضي كرمو بشيخ وصرياضة موسلاح ومداخ الحرب سيارة يوتبرادة 2023 هدية النائب هلثم الزهوان إلى اللاعب مناف يونس بعد تسجيله وهدف الفوز في نهاية خليجي 25 تصريح بشارسن يقول عمان من سجله التعادل الأول قلت اللعبة راحت لأن المدرب طلع كل الحلول وإيمن إحسين من ينخاف عليه ببحدة فريق يأخذ لأربع مدافعين ببحدة لاعب منتخبنا العراق السابق رزاق فرحان في تصريح يقول في عام 2005 منحت أكرم سلماء من رفع الكاس لأن هذا حقي ويونس محمود سلب حق اللاعبين برفع كأس الخليج وهو سابق أنه لحقه ومنعه يشخص من رفع كأس آسية مدرب منتخبنا العراق كأس كان في ملعب الشعب الدولي وتابع لقاء الجوية والطالبة في الدور الممتاز الذي انتهى بفوز الجوية بواحد صفر بمشاركة ظهير منتخبنا العراق لاعب هوتنبرغ السويدي ذنادي هالمستاد في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي الشرطة يتعادل مع نوروز بهالفين في ختام الجولة الثالث عشر من دور الكرة الممتاز ترتيب الدور العراقي الممتاز القوة الجوية في المرتبة الأولى بثمانية وعشرين نقطة الزورة ستة وعشرين نقطة الكهرباء خمسة وعشرين الطلبة أربعة وعشرين النجف أربعة وعشرين الشرطة ثلاثة وعشرين ما يتقلبي هنا وصلنا النهاية للفيديو سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كان معكم أناس في حوال الله نلتقي في فيديو الجديد